السعر بالعراقي نحن نقول 17 شدة اكو سيارة واحدة بس بتركيا كلها هي هاي البوغاتي هذا ارخص سيارة بتركيا كلها السلام عليكم اليوم اريد اشوف لكم اسعار السيارات داخل تركيا اذا تريد تعرف اسعار السيارات داخل تركيا تعب الفيديو فحسا انا قاعد بالبيت جبت القهوة او الشاي مالتي قاعد على الحاسبة فتعرفون اريد اشرح لكم شوية حاليا بتركيا ماكو بعد شي اسمه انه تروح للمعارض او تروح على شي كلها صارت عن طريق انترنت يعني عن طريق انترنت تقدر تشتري السيارة وتبيع سيارتك حتى تتجر سيارة فهذا راح نطيقكم واحد من اجمل اسرار اللي يريد يعرف اسعار سيارات بتركيا فحتى اللي عايشين بتركيا حاليا مايعرفون هذا السر ومايعرفون هذا الشي 90% مايعرفون هذا الشي الاجانب خاصة الاتراك يستخدمون هاي الشي يعني الاتراك يدخلون عن طريق انترنت ياخدهم فراح ادخل شوفوا راح يشوفكم شغلة راح نفتح القوغل فراح نكتب هنا صاهي بندن صاهي بندن شوفوا كلمة صاهي بندن صاهي بندن شوفوا صاهي بندن يعني من صاحب السيارة يعني من صاحب السيارة هي المقصد هيتشي فراح انزل على موقع اسمه صاهي بندن شوفوا هاي راح ادوز صاهي بندن سوف ترى هذه الشاشة سوف ترى هذه الصفحة هذه الصفحة كلها فهذا كلها تفيدكم سوف ترى سعر سيارات سوف ترى هذا ترى على اوتو موبيل اوتو موبيل سوف ترى كل الماركات اي ماركة اوضو اوستو مارتن مثلا بانتلي بمو بمو بوغاتي فتقدر تختار هنا الماركات فاني راح اختار ماركات محددة فهذا البرنامج من افضل برامج بصراحة راح تفيدكم وبتركيا فمثلا مثلا مثلا اي سيارة خلي اختار مثلا راح اختار دعني نقول بمو 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 تختار اي شي تريد هنا تختار مثلا عنوان تطلع السيارات الموجودة فقط بها المحافظة انقرة اسطنبول انقراء 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 السيارة مليون ميتين وثلاثمية وثلاثمية تسعة وثلاثمية تركيا فاذا تختار هنا الدولار تختار هنا الدولار تختار اليورو سوف تختار اليورو وهنا تريد تختار البنزين ديزل سيارة سيارة كهربائية هنا تختار سيارة عادية سيارة 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 ستعجبون من السعار مثلا هذا سيارة 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 هنا موجود السعر سيارة مليونين وثلاثمية ألف فاذا ستحسبون عن الدولار كل مليون ليرة تركية كل مليون ليرة تركية خمسين ألف دولار هيتش يحسب يعني هذا مئة ألف مئة عشرة الاف مئة ألف وعشرة الاف دولار أمريكي يعني مئة وعشرة ألف دولار أمريكي نحن بالعراق نسميه احداع الشدة احداع الشدة هذه السيارة مثلا يعني احداع الشدة هذا السيارة بيم إيلان تاري يعني شوقت من ضي الإعلان هذا الفين آآ 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 المهم آآ ماركة بيم سري أربع سيرفيس مثلا الموديل احنا موجود شوفوا أربعمائة وعشرين دا لوكسري اللي يعرفون هذا موديل خمسة عشر ديزل هذا السيارة ديزل مبازين ديزل يعني غازوائل غير مالتها أوتوماتيك كنجال كنجال يعني كنجال يعني سيارة مستعملة مصفر كنجال 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 المهم هاي تواصيل مطور قوة المطور يعني مثلا هاي سوالف الرنج يقول يعني اللون بياز شوفوا أبيض خسار قايدة هذا أهم الكلمة فيدكم خسار قايدة يعني شون الحادثة المسويها قبل لا تصبح يكتبها هنا ما بها هسر قايدة يعني ما بها لم يقوموا عنها فأنت Thinking هنا موجود تقص يعني أقدر أقدر أبادلها بغير سيارة يعني عندك سيارة تراوسها بغير سيارة إذا لا تصبح أراوسها كاتب فا الأن هنا أرحل هنا ترى كامل تفاصيل هنا أراج ممتور أترى أراج ممتور يعني مواصفات السيارة هنا ممتور هنا ممتور كم ممتور المنصفات كاتب للسيارة. نرى هنا اخر شيء كاتب يعني الصبخ ما بها السيارة. يعني ما بها الصبخ. ديشن يعني شي مبدل بس مبدل صول ان تعمل لغ الامامي اليسار فهذا المنصفات هاي السيارة مال بيم سوف نرى واحد من السيارات اللي موجودة بالعراق مثلا دوج اخترت دوج طلع لقدامي تشالينجر سوف اختار تشالينجر هي موجودة GT RT CE SRT 8 سوف ادخل اول واحد المنصفات 2021 بنزين أوتوماتيك كنجال 16000 كم مثلا السيارة هي هاي السيارة قدامكم السعر تقريبا نرى هنا 3 ملايين 425 ألف يعني تقريبا 150 170 170 ألف دولار يعني سبع طاعة شدة سبع طاعة شدة السعر هاي السيارة فهنا سيارات بتركيا غالية فول ليش تقول لي ليش سيارات مثلا غالية السيارات غالية لأن الضرائب عندهم قوية فاللي اكيد يعانشين بتركيا يعرفون هاي الشي فاتخيل تشتري سيارة بمية وسبعين ألف دولار مية وسبعين ألف دولار اس اكستي بلاس 2021 بانزين أوتوماتيك هاي مواصفات نحن نشوف السيارة هي هاي تشالنجر السعر هاي بالعراق نحن نقول سبع طاعة شدة تقيل هاي السيارة تشالنجر سبع طاعة شدة فراح يشاوف لكم مثلا شاوفت لكم هاذا اس اكستي فراح يشاوف لكم السر تي مثلا هيل كات اللي اكيد الكل يعرفوها مثلا راح ادخل اول واحد دوت شالنجر 2021 بانزين اوتوماتيك 3000 كيلو متر ماشر يعني اخذ صفر فهذا السعر تخيل شوف السعر تقريبا 9 ملايين ليرة تركية يعني تقريبا 450 الف دولار 450 الف دولار يعني تقريبا 45 شدة اتخيل هاي تالنجر اس اكس اس ار تيل عفو هلكات يعني اخذ جديد بس شوفوا السيارة هي هاي هذا السعرها 45 شدة يعني 450 الف دولار اسعار خيالية فايدا تريد تصعد هنا تالنجر من المستحيلات فمثلا راح اتخذ الثاني هم هذا اس ار تي شوفو هنانا اس ار تي 2020 العفو بنزين اوتوماتيك كنجل يعني مستعمل مولد صفر بس ما شي 6000 يعني وللعلم هذا الموقع ما بها تقدر تنشر نهائيا شي يتحضب يعني هذا صاحب السيارة ما هيقدر ينشر شي يتحضب نهائيا من المستحيلات ينشر شي يتحضب هنا لان قبل تقدر تشتكي هنا عليه يستجع ويستحيل يعني هنا بتركيا مستحيل يستطيع ت dispos Nemours حتى إذا تنشر شي يتحضب إذا ش hut يتحضب فالمهم أحبيا تقول لي سهيل اذا اريد اشتري هاي السيارة شون راح اشتري هاي السيارة اولا اك موجود رقم هنا بالموقع تخابر صاحب السيارة وتروح تلتقي وياه تاخدون السيارة للفحص تفحص السيارة انه تشيك التفاصيل هاي كل هاي صحيحة ما بها اي تشدب بعدين تروحون على النوتر نوتر مثل كاتب العدلي اللي موجود ببلدكم كاتب العدل هم هنا بتركي يسموها النوتر نوتر تروح على النوتر تدفع الفلوس قدام الموظف الحكومي تدفع الفلوس تاخدون السيارة وقبل بدقيقتين راح يصير السيارة باسمك عن طريق النظام السيستم اللي موجود بتركيا يعني مو مثل غير ببلدان انه تتأخر يوم يومين او تلتة يام مدري شنو قبل بس تاخد السيارة تروحون على النوتر ابن نوتر اذاك صاحب السيارة يوقع وانت توقع تدفع لهم الفلوس قدام الموظف السيارة راح يصير ملكك يعني هذا شيء هذا الشيء سهل يعني كل شيء سهل شوفوا السيارة هاي تشالنجر 2020 SRT سعره تقريبا شوفوا هنا موجود في السعر 8 ملايين و 750 يعني هذا هم تقريبا 440 ألف دولار يعني ب44 شدة تقريبا 44 شدة هاي السيارة فشوفتوا اسعار السيارات خيالية اللي موجودة بتركيا فرح ايضا يشوفكم شغلات بس ما اريد اشوفكم مثلا بي ايم او تشالنجر او غيرها فموجود كل السيارات تقدرون انتو هم مثلا حتى تسلا موجود راح يشوفكم السيارة تسلا هاي تسلا قدامكم التسلا موديلة 2022 كهربائي شوفوا موديلة 2022 هنانا كهربائي ماشي صفر بعد الصفر يعني السعر مليونين وتلاثمية وخمسة وتسعين يعني تقريبا ب15 شدة يعني ب150 الف دولار هذا التسلا وهذا السيارة ثانية من التسلا شوفوه موديلة هنانا 2021 الالكتريك كهربائي كهربائي يعني ماشي مصفر كنجل ماشي 20 الف 20 الف السيارة يريدها بمليونين وتلاثمية يعني تقريبا 10 شدات 11 شدة ونص 11 شدة ونص يعني ب15 الف دولار ب15 الف دولار 115 الف دولار هاي التسلا فمثل ما قلت لكم تقدرون تختارون اهنانا اي نوع السيارة بس تكتب اسم هذا الموقع صاهي بندان فبأي بلد اذا انت موجود تقدر تعرف الاسعار السيارات داخل تركيا فهاني وهذا واحد من اهم الاسرار اللي ما احد يقول لكم عليها بتركيا عن السيارات تكتب موقع اسمها صاهي بندان تدخل تطلع لك كلامل السيارات فراح شوفوا شوفوا كل سيارات موجودة اوديا وغيرا وغيرا فمثلا احنا العراق يستخدمون هوا مثلا التوتا كوريلا مثلا راح يشوف لكم التوتا الكوريلا اللي موجودة هنا والعراق مثلا اول بلدان العربية اكثر شي يستخدموها مثلا حتى بسعوديا ودواي غيرا يستخدمون التوتا حسا دخلت على التوتا اصلا اذا شوفكم سيارات التوتا مثلا الكامري دخلت على كامري اللي احواية منكم تعرفون الكامري مثلا راح يدخل على سيارات الكامري الجديدة هذا الكامري شوفوا الكامري موديل 15 بنزين أوتوماتيك ماشي شوية تقريبا 8500 كيلو فالسعر جد شوفوا السعر اختار هذا الكامري ست ملايين وخمسمية وشوية ست ملايين وخمسمية يعني تقريبا اشقد هاي 300 الف دولار وشوية 300 وشقد يعني تقريبا يصغير 325 الف دولار يعني خمس دفع 30 دفتر 32 دفتر تقريبا 32 دفتر سعر هاي السيارة اسعار خيالية كل مليون ليرة تركية خمس دفاتر يعني كل مليون ليرة تركية 50 الف دولار كل مليون ليرة تركية 50 الف دولار هذا السعر ثلاثمية وخمسة وعشرين ألف دولار أمريكي 2015 وهس راح اختار لكم السيارة توتا كوريلا مثلا هاي شوفوا توتا كوريلا 2019 توتا كوريلا 2019 اوتوماتيك ماشي 68 الف السعر شوفوا 800 الف ليرة 800 الف ليرة 800 الف ليرة يعني تقريبا 40 دولار أربعة العفو أربعين شكال صارت السعر خلطت بين السعر شكال ما حسبت السعر 40 الف دولار 40 الف دولار يعني أربعة شدات 40 الف دولار يعني أربعة شدات سعر هاي السيارة بالعراق أربعة شدات نسميها بس هي 40 الف دولار أمريكي شوفوا خلط ثاني توتا كوريلا هاي جديدة شكل جديد 2021 اوتوماتيك كنجال ماشي 45 الف يعني مستعمل توتا 2021 تقريبا مليون ليرة تركية يعني 50 الف دولار 50 الف دولار يعني خمس شدات توتا كوريلا 2019 رح أشوف لكم أغلى السيارة شفتها بتركيا بتركيا عامة أغلى السيارة اللي هي بوغاتي رح أدخل على بوغاتي شوفوا السعر هذا البوغاتي أكو سيارة واحدة بس بتركيا كلها هي هاي البوغاتي شوفوا شكلها الشعب من الداخل هي تي بوغاتي بوغاتي موديل 2022 بنزين أوتوماتيك 9000 ماشي كنجال يعني مستعمل مو صفر سعرها 82 مليون ليرة تركية 82 مليون ليرة تركية حتى طلعت الحاسبة حتى حسبها طلعت تقريبا 4 مليون دولار 4 مليون دولار أمريكي السعر هذا البوغاتي تخيل هذا السعر 4 مليون دولار أمريكي 82 شوفوا 82 مليون ليرة تركية 2022 فتخيل السعر 4 مليون دولار أمريكي بوغاتي واحد بس أكو سيارة واحدة بتركية كلها يعني بس هاي السيارة فهذا المميز اللي بهذا الموقع أنه تقدر تشوف السيارات الموجودة بتركية كلها يعني ما حاجة تروح لا أنقرة ولا مدري إسطنبول لا أنطاليا ولا غير وغير فتكتب هنا السيارات تدخل على موديل تريد تكتب حتى السعر أريد السعر هلقد وهلقد فتقدر تشوف السيارات مننا تتواصلوا يا صاحب السيارة ينطيك الموقع بالضبط مثلا بمحافظة مثلا بأنطاليا تروح إلى أنطاليا تأخذ مننا الموقع بالضبط تروح عليها هنا موجود موقع بالضبط بس هم تأخذ مننا أضبط تروح عليها تأخذون على السيارة على الفحص بعدين تروحون على النوتر النوتر تدفع فلوسها قدام الموظف وهو يوقع وإنت توقع يصير سيارة من ملك مالتك تأخذ الإجازة من السيارة طبعا هذا أريد أشوفكم شغلة غريبة شوفت لكم أغلى السيارة بتركيا فراح يشوفكم أرخص سيارة بتركيا هذا أرخص سيارة بتركيا كلها المهم شوفوا السيارة أولا هي هاي سيارة شفتوها الماركة لادة شوفوا الماركة لادة موجودة تفاصيل هنا الموديل 1991 بنزين منويل يعني عادي كنجيل كيلومتر مدري مليون مدري شوية كاتب هي شي يعني كاتب شي غلط المهم سعر حاليا سعر 45 ألف ليرة يعني تقريبا 2200 دولار 2200 دولار يعني تقريبا 22 ورقة 22 ورقة 2200 دولار هذا هي السيارة هذا أرخص سيارة بتركيا أرخص سيارة شوفوا والله ما لدي يعني تشتغل ما تشتغل حتى هاي شون دخلت من المعاينة مدري شون هنا المعاينة كلش صعبة يعني ما تكدر تدخل من المعاينة بسهولة بفاحص السيارة يعني عن طريق الدولة فما دري شون شون رأيكم بهذا فشوف كتم أرخص سيارة وأغلى سيارة ردي أشوفكم السيارة النوع الكي هواية اللي ريدون يعني شوف يعجبهم هاي سيارة بس حبيت أشوف هاي سيارة مثلا هي يكون هواية موديلات هواية مواصفات هواية الوان هاي بس اللي طلع قدامي أول شي راح أشوف لكم هاي هي تحتاج الموقع تحتاج وقت حتى أصور لكم ياها سيارة كلها لأن بيها فوق الملائين السيارات موجودة به هاي الموقع فأنت تدخلون على هاي الموقع تشوفون السيارة في السحاد بيها تشوف هذا السيارة مثلا كية كية ريو 2015 بنزين منوال عادي يعني ماشي 99 ألف فالسعر تقريبا 500 ألف ليرة تركية 497 ألف يعني تقريبا 25 ألف دولار يعني دفترين ونص دفترين ونص سعر هذه السيارة يعني 25 ألف دولار أمريكي سعر هذا السيارة 15 شوفوا مثلا السيارة تشارجر اللي هوايا تعرفوها مشهورة بالعراق أو بغير بلدان بس السيارة تشارجر ستشوف لكم سعر تشارجر هم شوف الشكل الخارجي هي جميل الخارج تشارجر 3 6 المحرك 22 بنزين أوتوماتيك 7000 تقريبا ماشي السعر 4 ملايين واربعمية وخمسة وعشرين الف يعني تقريبا 220 الف دولار 220 الف دولار يعني تقريبا سعر 22 شدة 220 الف دولار أمريكي فهذا واحد من راح يشوف لكم الثاني مثلا الثاني هاي مثلا هاي الحمرة شوف هاي الشكل الخارجي حمرة 36 المحرك الموديل 22 منزين أوتوماتيك 6725 ماشي الكيلومتر السعر 4 ملايين و325 ألف يعني تقريبا 225 ألف دولار أمريكي يعني تقريبا 21 21 22 شدة تقريبا 21 شدة 21 شدة نحن بالعراق نسميها شدة يعني 215 ألف دولار أمريكي هذا تشارجر مثلا ما قلت لكم بشوفوا الماركات هنا موجودة من تكتب صاحب من وبعد تدخل على أوتوموبيل من أوتوموبيل تختار أي سيارة تريد شوفوا أي نوع ماركات تريد أودي بوغاتي اللي يعرف ماني بصراحة الباقي ما عرف ما كثير السيارات ماني عرف بس مأكو كل الماركات اللي موجودة بعقلك شوفوا مثلا الفيراري الفيراري صار عندي فضول يشوف سيارة الفيراري هذا مثلا السيارة الفيراري هذا شكل من الخارج الموديل 2012 هاي بنزين أوتوماتيك ماشي تقريبا خمسين الف السعر سبع ملاعين وثمانمية كل ثمانمية مليون تقريبا أربعمية ألف دولار أربعمية ألف دولار يعني تقريبا أربعين شدة هاي الفيراري ثراري الثاني الثاني مثلا هذا نوعية جديد شوف الشكل الخارج شون هاي هاي من الخارج ومن الداخل أحمر هاي الموديل 21 بنزين أوتوماتيك كنجل يعني مستعمل 6200 ماشي تقريبا كيلومتر هنا السعر 20 مليون ليرة تركية 20 مليون ليرة تركية يعني تقريبا جديد يصير 500 مليون دولار أمريكي يعني تقريبا مليون مليون دولار أمريكي هاي الفيراري شون شكلها مليون دولار أمريكي هاي ذا الفيراري فأني اخترت السيارات اللي قلع قدامي فجأة الصدفة هي تختار البي مارسدس والفراري البوغاتي والتالنجر والهونداي والتلوتا فأنتو تقدرون تدخلون هنا الموقع هذا الموقع تدخل صايا بننم بعدين على الأوتوموبيل بعدين تختار الماركة اللي تريدها أي ماركة أوبو نيسان كلها موجودة كلها فتدخل على الموقع يعني تعرف أي ماركة سعر تدخل على هذا الموقع وهذا تختار منا الماركات وبعدين تختار السيار اللي ثريدها فأنتم ادخلوا ونرى غير ماركاتهم مثلا شوفوا هذا السيارة البورشة شوفوها من الخارج هذا الشكل الخارجي وهذا من الداخل هذا موديل 2019 نحن موجود من المتفاصيل تقدرون توقفون الفيديو شوفوها 2019 بنزين أوتوماتيك كنجال يعني مستعمل 14 ألف ماشي كيلومتر السعر 8 ملايين و 775 يعني 9 ملايين يعني راح زيده حتى حسبه بسرعة 9 ملايين يعني تقريبا السعر 450 ألف دولار 450 ألف دولار أمريكي يعني 45 شدة 450 ألف دولار أمريكي هذا البورشة والثاني مثلا راح اختار هذا مثلا هذا شوية غالي وهذا شوية رخيص هذا رخيص لأنه 2011 بورشة 2011 شوفوها 2011 ماشي تقريبا 70 ألف 3 مليون ليرة تركية يعني تقريبا 150 ألف دولار 150 ألف دولار يعني 15 شدة وهذا الغالي شوفتها 2022 شوفو هاي 2022 الشكل الغالي من خارج يتي ومن داخل يتي هذا السعر تقريبا 2021 شوفو المواصفات بورشة 2022 منزين وتوماتيكي كنجال ألف ماشي يعني كل شي تقريبا صفر فتقريبا 16 مليون ليرة تركية يعني 15.90 ف 16 مليون ليرة تركية يعني تقريبا ايجا قد يصير 750 ألف دولار أمريكي 750 ألف دولار أمريكي يعني أقل من مليون دولار 250 ألف دولار يعني 750 ألف دولار أمريكي يعني 75 شدة هاي البورشة فأريد أشوفوكم العشاق الألماني يقشق سيارات الألمانية واحد منهم المارسدس مثلا هذا 2022 سيارة هاي من الشكل الخارج شوفو هي كيف من الخارج الموديل هنا موجود كامل التفاصيل مارسدس بانس جي سري جي 200 واحد أمريكي 2022 2022 السيارة أوتوماتيك ماشي 6 ألف فقط السعر مليونين و 459 ألف يعني تقريبا 150 ألف دولار 150 ألف دولار يعني 15 شدة فهنا موجود المواصفات من صاحب منا ما بيها صار قيد يعني ما مسوي حادث بدون حادث هذا تقص ما يقدر يعني ما يقدر ما يبدل سيارتك يعني بس يريد يبيع هذا فهذا السيارة تقريبا اللي يعشقون ألماني هذا السيارة تقريبا سعره شوفوا شون شكلها من الداخل تقريبا 150 ألف دولار أمريكي يعني 15 شدة فهذا الموقع تعجبكم وتفيدكم كل شي فانصحكم تنزلون هذا الموقع حتى تقدر موجودهم بالجوجل موجود من أبل ستوري أو بتنزلوها عدكم البرنامج هذا صاحب وإذا ما تشتغل عدكم بالخارج يعني خارج الدولة خارج تركيا يمكن ما تشتغل خارج تركيا لأن هاي موقع بس تدخل الداخل تركيا تقدروا انشاء الله بالVPN عن طريق الVPN تشتغل الموقع إن شاء الله فحبيت أشوفكم الأسعار كامل عن السيارات التركية حاليا ماكو يعني تروح على المعارض مدري وين يعني صارت بعد قديمة هنا بتركيا ما حد يروح المعارض ولا يشتري سيارة عامل المعارض صح أكو يناس يروحهم بس كلش قليل فهذا أفضل طريقة تشتري بيها سيارتك داخل تركيا تشوف السيارات هنا الماركات تأخذ السيارة تروح لصاحب السيارة بأي محافظة مثلا ما يكون تروح عليها تأخذون السيارة على الفحص ما تدفع أي شي لا تدفع ولا فلس يقول لك تدفع حلقة تجد تشوف سيارة مدريشو لا تدفع ولا فلس نصيحة من أخوكم السهيل ما تدفع ليرة تركية قبل ما تروحوا تشوف السيارة تروحوا تشوف السيارة تأخذوها للفحص وبعد فحص تأخذوها على النوتر يعني كاتب العدل نوتر موجودة بكل محافظة فوق أكووائي نوتر بكل محافظة يعني فوق الـ 65 نوتر موجودة بكل محافظة مثلا تروحون عليها الكاتب العدل وقدام مكاتب العدم قدام الموظف الحكومي تدفع الفلوس وتوقع هو يوقع ويصير سيارة ملك لا إلك فإن شاء الله تعجبكم هاي الفيديو حبيت أن شاهدكم الأسعار داخل تركيا واحد من أفضل برامج وأفضل الطريقة تشتري بها سيارتك بتركيا فإن شاء الله تعجبكم إذا عجبك الفيديو وشون شنو رأيك بالأسعار اكتبنا بتعليق شنو رأيك بالأسعار اللي بتركيا اكتبنا بتعليق وكتبنا تعليق حلو مثلكم إذا عجبك الفيديو لا تنسى اعجاب على الفيديو وإذا ما مشترك اشترك بالقناة حتى توصل لك كل شغلات والفيديوهات ومعلومات جديدة عن التركيا تحياتي لكم